منذ فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 لم تتوقف حملات التشكيك في قدرة الدوحة في استضافة هذا الحدث العالمي تحت عنوين منها حقوق الإنسان والديمقراطية أو المناخ مصادر هذه الحملات العنصرية تبدو أنها من أوصات رياضية إعلامية غربية ليس بوسعها قبول فكرة تنظيم دولة غير غربية أو لاتينية حدثاً عالمياً بهذا المستوى وذلك بعد أن تغلبت قطر على الولايات المتحدة باستضافة المونديال وفازت بأربعة عشر صوتاً مقابل ثمانية للملف الأمريكي قبل اثني عشر عاماً دعوات المقاطعة الغربية خاصة الأوروبية منها أكدت الإصرار على سياسات الهيمنة والاستعلاء والعنصرية ضد العالم العربي والإسلامي ومواصلة احتكار تحديد المعايير والقيم التي يجب على العالم السير عليها وانتهاك القيم الأخلاقية والثقافية والحضارية للأمم الأخرى الموقف الرسمي للعرب عموماً والخليج خاصةً كان داعماً وبقوة لقطر بعد انتهاء الأزمة الخليجية وتمثل بموقف مجلس التعاون الخليجي من تصريحات الوزيرة الألمانية إذ عبر أمينه العام نايف فلاح مبارك الحجرف عن دعم دول الخليج لقطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية شعبياً تفاعل العرب مع قطر وجهودها في تنظيم المونديال وقام ناشطون وإعلاميون عرب بحملات كبرى لدعم أشقائهم القطريين وكان واسم أنا عربي وأدعم قطر رداً على حملات التشويه التي تستهدف المونديال المرتقب ما يعكس حالة تضامنية عربية نادرة يمكن البناء عليها في قضايا عربية أخرى تمثل تحدياً كبيراً للبلاد العربية نجاح قطر المأمول في تنظيم مونديال مميز سيكون له دور كبير في كسر الصورة النمطية التي رسمها الاستشراق عن البلاد العربية الإسلامية ويمكن من خلال نجاح الدوحة في تنظيم الحدث العالمي أن تقدم النموذج العربي الحضاري للعالم والتصدي لحملات التشويه والإسلاموفوبيا التي يتعرض لها عالمنا العربي والإسلامي